لعرض السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون المالية رقم 5523 للسنة المالية 2024 الكلمة للسيدة الوزيرة المحترمة تفضل المشكورة بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين السيدات والسادة الوزراء السيدات والسادة البرلمانيون يسعدني أن أتقدم أمام مجلسيكم الموقرين لبسط الخطوط العريدة لمشروع القانون المالية لسنة 2024 هذه المناسبة السنوية فضلا عن طابعها الدستوري تعتبر فرصة لتأكيد الحرص المشترك لدى المؤسستين تنفيذية وتشريعية على التعاون وتعبيد الطرق المثلى لخدمة المصالح العليا لبليردنا عبر الوقوف على ما تحقق من منجازات تنموية واستشراف المستقبل وفق رؤية توازن بين التدبير الأمثل لمقدرتنا الوطنية في ظل الأزمات المتتالية وبين ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى بهدف تحسين وتطوير مؤهلاتنا الوطنية على كافة المستويات وكما جاء في الخطاب لافتتاح للدورة التشريعية الحالية الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله فإن أولى الأوراش التي تنتظرنا تهم العنصر البشري من خلال المشروع التاريخي لحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالته وأعطى تعليماته السامية أمام مجلسيكم الموقرين بتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيمكن من تحسين الوضع المعيشي للملايين من الأسر والأطفال وهناما سيشكل عطافة كبرى في مصاري بناء نموذجنا التنموي والاجتماعي لصون كرامة المواطنين في كل أبعادها السيدات والسادة البرنامنيون المحترمون كما تعلمون يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 في سياق وطن استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا ليلة الثامن من شتنبر 2023 وما خلفه من شهداء وجرحى ومن خسائر في الممتلكات والبنية التحتية وكعادته في مثل هذه المحن أعطى المغرب درسا للعالم في الالتحام يدا واحدة بقيادة ملكية حكيمة بالتعامل السريع والفعال مع مخلفات الكارثة الطبيعية منذ الساعات الأولى لحدوتها في ظل حملة تضامنية رسمية وشعبية أدهشت القريب والبعيد على السواء مرورا بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة المالية المباشرة للمتدررين فضلا عن تكاليف ترميم أو إعادة بناء المساكن المتدررة أو المنهارة كليا وذلك من خلال الحساب الخاص الذي تم إحداثه لهذه الغاية موازاتا مع إطلاق برنامج مندمج وطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتدررة خصص له غلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات وسيتم إنجازه عن طريق وكالة تنمية الأطلس الكبير التي صادقتم بالإجماع على المرسوم بقانون المحدث لها حضرات السيدات والسادة يأتي مشروع قانون مالية لسنة 2024 أيضا في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التدخمية والتوترات الجيوسياسية ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن يتجاوز معدل نمو العالمي 3% خلال سنة 2023 و2024 في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو الشريك الاقتصاد الرئيسي لبلادنا نمو بحدود 0.37% خلال سنة 2023 ويتوقع أن لا يتعدى 1.2% خلال سنة 2024 ورغم هذا السياق الدولي الصعب تمكنت بلادنا تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلال نصره الله من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية حيث حقق اقتصادنا الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1.3% نهاية سنة 2022 فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3.4% عندما تم سنة 2023 مع عجز في الميزانية لا يتزاوز 4.5% برسم سنة 2023 مقابل 5.2% لسنة 2022 وتشير المؤشرات القطاعية خلال سنة 2023 إلى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـ 6% بعد انخفاض بحوالي 12.9% خلال سنة 2022 في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات الغير الفلاحية ارتفاع يقدر بـ 3.1% خلال سنة 2023 مقابل 3% المسجل خلال السنة الماضية ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ 8.4% عندما تم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بـ 36% صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ 33% وصادرات صناعات النسيج والصناعات الجلدية بـ 9% خلال نفس الفترة كما تسرعت الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023 حيث تحقق عائدات تتجاوز 71 مليار نهاية شهر غشت مسجلاً بذلك ارتفاعاً يقدر بـ 33% مقارنةً مع نفس الفترة من سنة 2022 ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية الإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة طريق 23-26 للقطاع السياحي من جانب آخر ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتناهي 78 مليار درهم نهاية شهر غشت مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي زيادة تقدر بـ 7% وما من شك أنه رغم هذه الإنجازات المهمة التي أبانت عن صمود اقتصادنا أمام تولي الصدمات فقد بقي الهاجس الرئيسي ممثلاً في المواجهة الفعالة لانعكاسات الدرفية على المستوى الاجتماعي وفي هذا الصدد وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحيفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين كلفت ميزانية الدولة غلافاً ميزانياتياً إضافياً بقيمة 40 مليار درهم بسنة 2022 وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية وقد مكنت هذه التدابير من تقليص معدل التضخم من 10.1% مسجل خلال شهر فبراير من هذه السنة إلى 5% نهاية شهر غوش الماضي كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023 حضرات السيدات والسادة من الطبيعي أن نتوالي الصدمات مقابل طموح الإرادة للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن يفرد علينا استحضار التحديات التي تواجهها بلادنا على عدة مستويات وفي هذا الصدد فإن مشروع قانون المالية 2024 يستجيب للتحديات التي تنتصب أمامنا والتي ينبغي أن نعمل جميعا على التصدي لها عبر التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية سواء فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتدررة من زلزال الحوز أو فيما يخص مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية أو غيرها من التحديات التي سيأتي التفصيل فيها ضمن هذا العرض كما أنه لا يمكن إغفال المستوى الجيوسياسي إذ لا زالت وحدتنا الترابية تحتل مركز انشغالنا الوطني الإجماعي باعتبارها القضية الوطنية الأولى فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما حاسما ونهائيا في هذا المجال إن على الصعيد الدبلوماسي أو التنموي بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلال نصره الله فإن إصرار بعض الأطراف على مناهدة وحدتنا الترابية يضيع على الدول المكونة للفضاء المغاربي فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي ويحرمها من موقع تفاوض أكبر وأقوى في وقت يحتدم فيها الصراع العالمي في اتجاه ترتيب خارطة دولية جديدة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح كما لا يفوتني أن أنوها بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تبدلها كل مكونات القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندها الدائم تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره حضرات السيدات والسادة بناء على ما سبق فإن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحاتنا وإمكانياتنا الداتية وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال اعتماد مقاربة واقعية وشاملة تقوم على أربعة محاور أساسية ومتكاملة على النحو التالي أولا مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال موازاتا مع توطيط تدابير مواجهات تيرات الدرفية ثانيا المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا وذلك تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي ثالثا مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورابعا تعزيز تدامة ماليتنا العمومية مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بالنسبة للمحور الأول المتعلق بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال موازاتا مع توطيط تدابير مواجهة تيرات الدرفية تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة التقائية وتشخيص دقيق للحاجيات والمؤهلات الترابية للمناطق المتضررة الشيء الذي يستدعي بالضرورة العمل في إطار تعاقدي يحدد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا البرنامج وفي هذا الإطار فقد تم البدء انطلاقا من شهر الأكتوبر الجاري في صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة 60 ألف أسرة من الأسر التي انهارت منازلهم جزئيا أو كليا كما تم إطلاق عملية تأهيل وتوسيع الطرق إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا أو انهيارا كليا وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة ولتتبع وتمويل هذه المشاريع التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والتقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف قررت الحكومة فتح احتمادات بقيمة ججل مليار و500 مليون درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار مترتبة عن الزنزال من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها وستنكب الوكالة المخصصة لهذا الغرض على برمجة تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والتنصيق فيما بينها مع مراعاة العامل الزمني قصد استكمال إنجاز البرنامج في الحيز الزمني المخصص له سيدات والسادة البرلمنيون المحترمون موازاتاً مع تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام ستعمل الحكومة على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الضرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة لا سيما تزايد ضغوطات التدخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية وذلك وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد وتانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد وفي هذا الصدد فإن التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التدخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة قد بدأت تؤتيت اضطمارها من خلال ما تم تشجيله من الخفاض خلال الأشهر الأخيرة غير أن ذلك لا يعفين من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظراً لحساسية الترفية الدولية مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانيتية والسياسة النقدية في نفس السياق سيتم العمل على توطيد التدابير الرمية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف موازة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024 ولسيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج تم توقيع عليها بداية السنة الحالية باعتمادات تفوق 110 مليار درهم منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة من جانب آخر ووفقاً للرؤية الملكية الرشيدة بخصوص السياسة المائية ببلادنا تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولويتها حيث تحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة بين 2020 و2027 وفي هذا الإطار فقد تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بخمسة ملايير درهم برسم قانون المالية لسنة 2023 ثم فتحت اعتمادات إضافية مليار وخمسمائة مليون درهم خلال نفس السنة هذا فيما تم تحديد تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج بخمسة الملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 لتبلغ بذلك الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم أهم المشاريع في هذا البرنامج نذكر بها هي استكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبوه وأبير قراق هي مواصلة إنجاز سدود للرفع من قدرة تخزين من المياه العذبة تسريع مشاريع تعبئات المياه غير تقليدية من خلال برمجة محطات تحلية المياه البحر والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القاروي ومن المؤكد أن مختلف عناصر هذه السياسة المائية تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكتيف التنصيق بين كل القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية وتعزيز التدابير تحفيز زيادات الطابع البيئي وكاد اتخاذ تدابير رامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاوري مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة حضرات السيدات والسادة يقوم المحور الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة تكريس أسس الدولة الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله حيث قطعت الحكومة أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي وإنعاش تشغيل خصوصا برنامجي أوراش وفرصة ودعم السكن والارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية فبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية نجحت الحكومة في تعميم تأميل إجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام الرميد إلى نظام تأميل إجباري الأساسي عن المرض وذلك ابتداء من فاتح دوجنبر 2022 وهو ما فتح الباب أمام حوالي أربعة ملايين أسرى فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والمستشفيات الخاصة مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغلاف مالي سنوي يقدر بتعدل مليار وخمسمائة مليون درهم كما تمكنت الحكومة وبفضل تعاون المؤسسة الشريعية من وضع الترسان القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم تأميل إجباري الأساسي عن المرض على كافة الفئات من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأميل الإجباري الأساسي عن المرض وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي أكدها جلالته في خطاب افتتاح السنة الشريعية تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وستحرص الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم وذلك بالاستيناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وتبلغ تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16 مليار 400 مليون درهم ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية ستواصل الحكومة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير نظام المعلومات المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية ولهذه الغاية ستواصل الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ وجود المليار 600 مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 ما يناهز 31 مليار درهم حضرات السيدات والسادة نظر للأهمية التي يحضر بها إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية تعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مواصلة تنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026 حيث خصصت اعتمادات مالية إضافية تقدر بخمس ملايير درهم في إطار هذا المشروع كما ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة طريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 عبر إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا وتمكن المربيات والمربيين من التكوين الجيد مع التركيز على الأطفال الذين تتروح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات في العالم القروي على وجه الخصوص إضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة من خلال المشروع المعروض على أنظاركم على تفعيل مضامين المخطط الوطني للتسريع تحويل منظومة تعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الباكت إسخي الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التمييز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وفيما يخص مجال تشغيل ستوصل الحكومة تنزيل نسخة ثانية من برنامج أوراش من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل وقد رصدت الحكومة غلافاً مالياً سنوياً يقدر بجوش فاصل 25 مليار درهم خلال سنتين 2022 و2023 لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024 أما بالنسبة لبرنامج فرصة الذي يهدف إلى مواكبة والتمويل 10 ألاف من حامل المشاريع خلال سنة 2023 فقد خصصت له الحكومة غلافاً مالياً سنوياً يقدر بمليار 250 مليون درهم برسم سنتين 2022 و2023 كما ستعرف سنة 2024 إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتعطير حامل المشاريع من أجل انطلاق واعدة في هذا المجال سيتم إحداث 50.034 منصب مالي برسم مشروع قانون مالية لسنة 2024 مقابل 48.212 في سنة 2023 حضرات السيدات والسادة يشكل الولوج إلى السكن اللائق وضمان ظروف عيش كريمة أحد أولويات عمل الحكومة التي تلتزم وفقاً للرؤية الملكية السامية بتنفيذ البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن برسم الفترة ما بين 2024 و2028 والذي يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن والدعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتنين كما ستعمل الحكومة على مواصلة برنامج مدن بدون صفيح والمشارع الرامية إلى تأهيل المباني الأيلة للسقوط وكدت تحسي الوروج إلى المرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة وستعتني الحكومة كذلك بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة لما لذلك من أبعاد اجتماعية وتقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبيات الفضاءات العمرانية من جهة أخرى ستعمل الحكومة على الارتقاء بالوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر عبل تنزيل استراتيجية جسر التي تهدف على الخصوص إلى رفع نسبة اندماج النساء في النشاط الاقتصادي ومحاربة العنف ضد النساء وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والتكفل بالأشخاص المسنين وبالموازات مع ذلك ستعمل الحكومة في إطار مشروع قانون مالية لسنة 2024 على مواصلة الوثاء بالالتزامات الحوار الاجتماعي لا سيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظف مجموعة من القطاعات وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نافقات إضافية تقدر بـ 4 مليار و 200 مليون درهم سنة 2024 حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل الالتزام الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليار دير الدرهم حضرات السيدات والسادة يتعلق المحور الثالث لمشروع قانون مالية لسنة 2024 بمواصلة الإصلاحات الهيكلية حيث ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون مالية سنة 2024 على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى من قبيل إصلاح العدالة ومواصلة ورش لا تمركز إداري والمضيف تنزيل الجهوية المتقدمة والنهوض بالاستثمار مع التركيز على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية لبلادنا موازاة مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز منسوب الثقة الذي صارت تحضي به بلادنا من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى وفي هذا الإطار فإن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون لسنة 2024 مواصلة إصلاح العدالة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضاء اللازم لتحقيق التنمية الشاملة وسيتم ذلك من خلال تحديث وتطوير المنظومة القانونية المدرجة في المخطط التشريعي والتنزيل التدريجي لمشروع تحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها مع تنفيذ مختلف الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم وتعميم محاكم الأسرة إلى جانب الرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية وعلى صعيد آخر ولإنجاح ورش لا تمركز الإداري وتنزيل الجهوية المتقدمة ولتعزيز حكامة التدبير العمومي والرفع من نجاعة والتقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي ستعمل الحكومة على اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث تمتليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي لضمان فعالية أدائها ومواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح لا ممركزة وتمكنها من الموارد اللازمة لأداء مهامها مع مواصلة تنزيل مختلف الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر موازاتا مع تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة وتقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال سيدات والسادة البرنامانيون المحترمون وعيا مننا بالرهان القائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشعل ستعمل الحكومة على مواصلة المجهود لاستثمار للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص والرفع من مساهمته في الاستثمار الإجمالي وفي هذا الإطار سيصل مجهود الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالي لسنة 2024 وهو ما يمثل زيادة بقدر 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023 وموازاتاً مع ذلك ستعمل الحكومة على تفعيل ميطاق الجديد للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات كما ستواصل الحكومة العمل على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره رافعة للاستثمارات الخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة أو المساهمة في رأس المال مقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة ونظراً للدور الذي يلعبه مناخ الأعمال في نجاح الرهان القائم على الاستثمار ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال والتي تشمل جيلاً جديداً من الإصلاحات التي تهم تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل وتحسين الولوج إلى الطلابيات العمومية وتقليص آجال الأداء كما تولي الحكومة من خلال مشروع قانون مالي لسنة 2024 أهمية خاصة لتنزيل المختطات الاستراتيجية القطاعية وهكذا ستواصل الحكومة تنزيل استراتيجية طاقية التي تروم إنتاج 52% من الطاقة الكهربائية انطلاقاً من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030 كما ستعمل على تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصر الله بتنزيل مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وذلك بهذا في تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة للمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد وعلى صعيد آخر ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بهدف استقطاب 17 مليون سائح في أفق سنة 2026 مع تحقيق 120 مليار درهم من المداخل بالعملة الصعبة وإحداث 80 ألف فرصة شغل مباشر و120 ألف فرصة شغل غير مباشر حضرات السيدات والسادة إن الحكومة واعية بأن النجاح في تنزيل المحاول الأساسية لمشروع قانون مالية لسنة 2024 وتحقيق أهدافه لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز استدامة المالية العمومية وهو ما يفرض الحفاظ على التوازنات المالية وضمان استمرارها عبر إبداع تدابير تكرس التعبئة الكمية للموارد المالية الضرورية لإنجاز السياسات العمومية وما من شك في أن بلادنا حققت نجاحاً مشهوداً في الجمع بين صمود النسيج لاقتصادي أمام الأزمات المتتالية وبين صيانة التوازنات المالية بالتدبير المتميز لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى ولعل خير دليل على ذلك خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي القفي والاتحاد الأوروبي حفاظ بلادنا على تصنيفها الاعتماني استفادتها من خط الاعتمان المرن لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي هذا إلى جانب موافقة الصندوق على قرد بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة الجديد لتعزيز قدرة بلادنا على الصمود في مواجهات التغيرات المناخية هذا وستعكف الحكومة على مواصلة إصلاحات مالية العمومية عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية خصوصا من خلال اعتماد قاعدة ميزانيتية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة إضافة إلى توسيع نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة كما ستواصل الحكومة خلالها سنة 2024 التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية ووضع نظام ضريب مستقر مبسط وشفاف يوفر الوضوح للمستثمرين ولكل الفاعلين وفي هذا الإطار ستعطى الأولوية خلال هذه السنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع الغير المهيكل كما ستعمل الحكومة من جانب آخر على تطوير التمويلات المبتكرة وعلى مواصلة مجهوداتها الرمية إلى عقلنا التدبير المحفظة العمومية والرفع من نجاعتها وبشكل عام ستحرص الحكومة خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي من عجز الميزانية بما يمكن من وضع مالية العمومية في مصاري تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية السيدات والسادة البرنامنيون المحترمون انطلاقا من الرؤية الشاملة التي حكمت إعداد هذا المشروع وعلى ضوء المتطلبات التمويلية لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج المذكورة وأخدا بعين الاعتبار الضرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصادي العالمي فإن مشروع قانون المالي 2024 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 3.7% مع حسر معدل التدخم في جوج فصلة 5% وعجل الميزانية في 4% وتنبني هذه التوقعات على الفراضيات التالية ارتفاع الطلب الخارجي مع استثناء الفصفات ومشتقاته بجوج فصلة 9% محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار متوسط سعر غاز البوتان بـ 500 دولار فنؤكد على أن هذا المشروع هو في العمق تجسيد لشعار الثقة الاستمرارية الطموح الثقة في قدرتنا على مواجهة الأزمات والإكرهات الدرفية الاستمرارية في تنزيل أوراش المجتمعية والإصلاحات الهيكلية ثم الطموح الذي يجسده الرهان على الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لتعزيز سيادة بلادنا الصناعية والطاقية والمالية وتموقعها على الصعيدين القاري والدولي وختاماً نؤكد مجدداً الانفتاح الكامل للحكومة على العمل المتناغم والمنسجم مع المؤسسات الشريعية ومع كافة الفاعلين والشركاء من أجل تحقيق الفعالية الضرورية لإنجاح مختلف الأوراش لذلك فإن الحكومة تتطلع إلى إخراج قانون مالية يترجم إرادتنا الجماعية لتجسيد السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله المنسجمة مع انتظارات المواطنات والمواطنين في كافة المجالات قانون مالية يواكب العمل المستمر لجلالته على ترسيخ موقع بلادنا كفاعل رئيسي في المنطقة وفي القارة الإفريقية على حد سواء من خلال مبدأ التعاون جنوب جنوب وعلى أرضية المصالح المشتركة ولا يفوتنا هنا أن نؤكد استعدادنا الدائم للسير وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ وحدتنا الترابية وتحقيق الإصلاحات المجتمعية الكبرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا